السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع أخوة الكرام الحديث عن آلية التنفيذ تحدثنا عن الخطوات التي تتضمنها آلية التنفيذ والآن سأعرض لكم مثال لآلية التنفيذ من وحدة كوكب المستقبل وهذه الآلية أو خطة آلية التنفيذ تضع تصور للقاءات الوحدة بالكامل ثم بعد ذلك أثناء تنفيذ هذه اللقاءات يتم تفصيل اللقاء قبل تنفيذه وبالتالي قد تتغير هذه الخطوات بعض الشيء نتيجة للنتائج التي قد تظهر لي أثناء تنفيذ اللقاء فمثلا قد في اللقاء أثناء تنفيذ اللقاء أغير بعض الإجراءات يعني أنا لست ملزمة بتطبيق كل ما أقوم بكتابة بحذافيرة قد تظهر لي بعض الأمور التي تحتاج إلى إجراءات أخرى أثناء تقديم اللقاء أو بعد أن أقدم اللقاء الأول ثم آتي لتخطيط وتصميم اللقاء الثاني أجد أني بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات وذلك حسب نتائج التقويم التكويني التي أجريتها للقاء السابق بحيث تكون هذه الخطة مستجيبة للتطورات التي قد تحصل أثناء تقديم هذه اللقاءات طبعا هذا هو اللقاء التمهيدي تمهيد للوحدة وحدة كوكب المستقبل تتكون من 13 لقاء مع لقاء تمهيدي ولقاء ختامي الهدف من هذا اللقاء جذب الطالبات تجاه البرنامج لأن هذه الوحدة هي الوحدة الأولى من البرنامج الإثرائي تعريف بالبرنامج وبالوحدة بالتأكيد تطبيق عدد من المقاييس خاصة عندما يكون اللقاء هو اللقاء الأول في البرنامج الإثرائي نحن بحاجة إلى جعل لقاء تمهيدي يعرف الطلبة بالبرنامج من أجل جذب الطالبات نحن والبرنامج فإننا نعمد إلى إجراء مقدمة ترحبية استراحة لتناول الكعك والحلوى والمرطبات كل هذه عوامل جذب بعد ذلك تعريف بالبرنامج والوحدة الأولى ودورة التعلم منصقة أمام الطالبات على جدار الغرفة هذا تستهدف تعريف البرنامج بالنسبة للتعريف بالبرنامج والوحدة يتعرفون على اسم البرنامج اسم الوحدة ما الذي سوف نتناوله باختصار أو تعريف بسيط لما سيتم تناوله أما بدورة التعلم المعلقة على جدار الغرفة فلن يتم الحديث عن تفاصيل حولها ولا حتى ذكرها لأننا عادة نبدأ بالمحتوى المعرفي المحتوى العلمي أولا قبل أن نبدأ في العمليات والمهارات ولكن هنا فقد تمت الإشارة إلى أن هذه الدورة التي ستتم ممارستها كاستراتيجية رئيسة بهذه الوحدة وفي البرنامج ككل ملصقة على الجدار بحيث تستثير الطالبات لتعرف على هذه الدورة أو هذه الاستراتيجية أيضا نقطة مهمة أخذ موافقة خطية للطالبات على شروط وقوانين البرنامج من المهم أن تعرف الطالبات ما الذي يتوجب عليها فعله للمتابعة في البرنامج الإثرائي هذا يشكل وضوح للطالبة ويعطيها شعور بالأمان بأنها تعرف متى موعد البرنامج متى يقام ما الذي يجب عليها أن تفعله ما هي المهام الموكلة إليها أيضا يعطي الطالبة تصور واضح عن سير البرنامج وبالتالي عند موافقتها على البرنامج فإنها يجب أن تلتزم ويعطيني أيضا الأحقية بإقصاء الطالبة من البرنامج عندما لا تلتزم بهذه القوانين وتصبح الطالبة طبعا هنا تحتاج إلى ممكن إجراء دراسة حالة أو ربما أن البرنامج لسبب ما لا يناسب الطالبة لكن حتى لا يكون هناك مبايقة لبقية الطالبات وعدم القدرة على السيطرة على الفصل خاصة عندما يكون البرامج معظم هذه البرامج ليست إجبارية في الجدول الدراسي ولا تعتمد على درجات معينة يجب على الطالب الزامن أن يأخذ هذه البرامج وقد تكون هناك خيارات أخرى للطالب أيضا هنا نشاط جماعي للتحقق من تعرف الطالبات على البرنامج والوحدة الإثرائية وشروط البرنامج وقوانين هذا قد يستهدف عدة أهداف قد مثلا أجعل هذا النشاط عن طريق لعبة معينة وبالتالي أنا وفرت عامل جذ وأيضا تعرف الطالبات على البرنامج من خلال هذه اللعبة استراحة لتناول الكعك والحلوة والمرطبات وبعد ذلك تشخيص النمو المعرفي والمهاري والاجتماعي والعقلي للطالبات وذلك من خلال تقديم عدد من الاستبانات والأدوات للتقويم القبلي وتجدر الإشارة هنا أن هذه التقويمات يجب أن لا تكون كلها دفعة واحدة بل يجب أن أعمل على توزيع هذه الاختبارات بحيث لا تشكل عبء على الطالبة وممكن أن أجعل بعض هذه الاستمارات والاستبانات إلكترونية كلما أمكن ذلك لسهولة أدائها عن طريق الروابط الإلكترونية التي يمكن إرسالها للطالبات ولأن الطالبات والطالبة بشكل عام يميلون للأداءات الإلكترونية أفضل من الأداء على الأوراق هناك مثلا اختبار معرفي مثلا فأنا مضطرة إلى أن أجعله على ورق فهو أن أنوع في هذه الأدوات وكيفية تقديمها للطالبات والتقويم القبلي يتم رصد السمات الشخصية والذهنية للطالبات وحص احتياجاتهن وقياس المعرفة المتعلقة بالبرنامج لدى الطالبات بالتقويم القبلي ويتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أنا سأستفيد من هذه التقويمات فورا حال الانتهاء منها وسأظل أستفيد من هذه التقويمات حتى لاحقا في التقويمات الأخرى أيضا هنا أحدد الأدوات التي سيتم من خلالها التقويم القبلي كما ذكرت هذا اللقاء التمهيدي هو تمهيد للبرنامج والوحدة البرنامج الذي سوف يستمر لمدة فصل دراسي كامل لذلك لدي هنا العديد من الأدوات بعضها قد تخص البرنامج بشكل كامل وبعضها تخص الوحدة كشكل جزئي وأكيد ستكون داخلة في بناء البرنامج مثلا استبانة حصر احتياجات الطلبة ذوي الموهبة قد لا أحتاج لإجراء هذا المقياس مع كل وحدة ربما يكفي في الفصل الدراسي أو ربما للعام الدراسي مرة واحدة مقياس المحتوى المعرفي أو ربما اختبار هنا اختبار المحتوى المعرفي سأختبر الطالبات في المحتوى المعرفي للوحدة الإثرائية تتناول الوحدة الإثرائية كوكب المريخ لذلك سيكون الاختبار عن النظام الشمسي وكوكب المريخ وبيئة المريخ وأمور تخص كوكب المريخ بحيث أعرف ما هي الحصيلة العلمية أتأكد من الحصيلة العلمية التي لدى الطالبات وبالتالي أبدأ في البرنامج الإثرائي من حيث انتهت من معارف في محتوى الوحدة وأستطيع أيضا أن أقارن وأستنتج بعد ذلك في التقييم الختامي ما هي الحصيلة العلمية التي تكونت لدى الطالبات من الوحدة الإثرائية هنا عدة مقاييس مثل مقياس المعتقدات المعرفية مقياس التعلم المنظم ذاتيا لأنها الاستراتيجية الرئيسة وأنا أريد أن أقيس في نهاية البرنامج مدى تمكن الطالبات من هذه الاستراتيجية استراتيجية المواجهة مقياس الإبداع ومقياس الحساسية الأخلاقية واختبار الذكاء المكاني طبعا أحدد سابقا في خطة البرنامج لماذا أريد أن ألجأ لهذه الاختبارات ما الهدف منها وكيف سأستفيد منها في وقت لاحق أيضا يتم الاتفاق على أساليب التواصل الإلكتروني مع الطالبات لتبادل معلومات وطرح الأسئلة والاستفسارات في هذا اللقاء تسألت مع الطالبات عن الأسلوب المناسب للتواصل المستمر التواصل الإلكتروني بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة حددنا وسيلة لتبادل معلومات لأنه قد لا يتسنى لنا اللقاء بين الحصص الدراسية أثناء اليوم الدراسي وقد تحتاج الطالبات لبعض الاستفسارات أو قد توصل مثلا المهمة أو ترسل المهمة وأقوم بتقديم التغذية الراجعة لها لذلك اتفقنا على تبادل والتواصل الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني وعن طريق الواتس آب حيث كنا نلتقي مرتين لقاءين في الأسبوع الواحد نتابع تصميم آلية التنفيذ نحدد مرحلة المرحلة التي نحن بصددها نحن الآن في مرحلة الاستكشاف وهي كما ذكرت مرحلة موجهة نحو جذب الطالبات وهي كذلك موجهة نحو المحتوى المعرفي وليس المهارات والعمليات أي استعرض فيها المحتوى المعرفي وسنبدأ في تناول المشروع الأول ما هو المريخ وما هي مقاومات الحياة على السطح وسيكون منتج هذا المشروع مخطط أو شجرة معرفية لتحديات البيئة والمناخ على كوكب المريخ بعد ذلك أبدأ في تحديد المنشط الإطرائي المنشط الإطرائي للمشروع الأول وهو ما هو المريخ هنا لن أعرض آلية التنفيذ كاملة سأعرض بعض الجوانب المهمة وذلك اختصارا للوقت ومن خلالها يمكن أن يتعرف المتلقي على ما هي الصورة يكون صورة واضحة لتصميم آلية التنفيذ المهارة الأساسية للمنشط الثقة بالنفس بحيث أدعم ثقة الطالبات بأنفسهن وبالتالي يشجعنا ذلك على الاستمرار في هذه اللقاءات مجالات التنمية في هذا المنشط جمع المعلومات من مصادر متنوعة حيث أن الطالبات تحتاج لبعض الجوانب المهمة في هذه المهارة المهارة ليست متكونة كما يجب لدى الطالبات لذلك نحتاج إلى بعض الإجراءات لتنمية وتكوين هذه المهارة فأحدد اليوم وأحدد التاريخ والهدف العام للقاء التعرف على خصائص المريخ الإجراءات التي سنقوم بتناولها خلال هذا اللقاء وهنا كما ذكرت هذه إجراءات مختصرة لا تتناول تفاصيل وإنما توبح الإجراءات التي سيتم تناولها ثم بعد ذلك نقوم بتفصيلها في اللقاءات تعريف الكون تحديد خصائص كوكب المريخ ومقارنته بالأرض انثارت فضور الطالبات حول ما تم التوصل له متى سنعيش في المريخ من خلال الاستماع للفيديو وهنا رابط الفيديو التركيز على الإيجابية من خلال رسم كوكب باسم الطالبة وكتابة استماعات الذاتية الإيجابية وهذا يعني جزء من تنمية مهارة الثقة بالنفس وهنا أيضا هناك عامل جب بالنسبة للطالبات برسم كوكب وإتاحة الفوصلة هنا للتعبير عن شخصياتهن وذواتهن وبالتالي تكتب الطالبة اسمها على هذا الكوكب مثلا أمل كوكب مريم وتعلق هذه الرسمة على جدار الغرفة في المكان المخصص ثم أنه لا توجد مهمة حيث أن هذا اللقاء يركز على عامل جب بشكل كبير لذلك رأيت أن لا توجد هنا مهمة بالنسبة لتعريف الكون هنا في معايير التقويم أدواته أحدد لكل موقف تعلمي يتم ذكره هنا المعيار الأدنى والمعيار الأعلى كما أحدد الأداة التي سأقوم من خلالها بتقويم هذا الموقف تعريف الكون هذا الموقف هنا المعيار الأدنى تذكر بعض أجرام الفضاء بينما المعيار الأعلى تعرف الطالبة الكون وتفرق بين الكون المدرك والكون الكلي وتضرب أمثلة أنا كيف أستطيع أن أتعرف على المعيار الأدنى والمعيار الأعلى قبل تقديم هذا اللقاء من خلال كما ذكرت سابقا التقييمات القبلية للطالبات وأيضا من خلال معرفتي بطبيعة الطالبات في تلك السن وذلك المرحلة فبالتالي فإني أتوقع أن يكون المدى هو بين هذين المعيارين وسأقوم بتقييم هذا عن طريق تصميم روبريك سأذكره لاحقا وقد تحدثت عن هذه الأداء وهي سلم التقدير سنتحدث عن هذا الروبريك وكيف نقوم بتصميمه من عدة درجات مرة أخرى هنا خصائص تحديد خصائص كوكب المريخ أيضا سنقوم هنا بتحديد المعيار الأدنى والمعيار الأعلى تستطيع الطالباء المعيار الأدنى أن تذكر خصائص كل من المريخ والأرض بينما في المعيار الأعلى تستطيع الطالباء المقارنة بين خصائص المريخ والأرض بذكر أوجه الشبه والاختلاف وتذكر أمثلة ثم تذكر استنتاجات علمية إذن هذا هو المدى للموقف التعلم الثاني وأداة التقييم ستكون سلالم تقدير والجدير بالقول هنا أن معايير التقويم هذا إنما هي أدوات يتم وضعها كتصور مبدأ في آلية التنفيذ قد يتم تعديلها أو الإضافة إليها أو تتغير بعض من ملامحها أثناء تصميم وتخطيط اللقاءات هذا هو اللقاء الأول في آلية التنفيذ وهو لقاء استكشافي اللقاء الثاني أيضا لقاء استكشافي لم أذكره هنا للاختصار إلا أنه يتضمن رحلة استكشافية والرحلة الاستكشافية كانت لمرصد فلكي لمركز الأمير سلطان للتقنية في الخبر وذلك كعمل جذب وكذلك أن تستكشف الطالبة المحتوى الوحدة الإطرائية من خلال الحديث للخبراء والنظر لأن نماذج المتوفرة في ذلك المعرض والمصادر المختلفة التي يتضمنها المعرض هنا طبعا لم أذكر اللقاء الثاني اللقاء الثاني اللقاء الأول كان منشطا واللقاء الثاني منشط آخر وهنا نتابع المنشط الذي بدأنا في اللقاء الثاني هذا هو اللقاء الثالث وهو في طور التبلور من المشروع الأول الهدف العام لللقاء صياغة المشكلة الإجراءات التي تقوم بها الطالبة تحليل المعلومات تحديد المشكلة تكوين المجموعات وتوزيع الأدوار هنا ستتبلور المشكلة لدى الطالبة سيكون هناك فهم واضح للمشكلة لذلك فإنه ستحدد الطالبات المشكلة وبذلك توزع الأدوار بهدف بدء العمل على حل هذه المشكلة بالنسبة لتحديد المشكلة هذا الموقف التعلمي تم تحديد المعيار الأدنى والمعيار الأعلى له والمعيار الأدنى كان تحديد الطالبة تحدد الطالبة مشكلة البحث والمعيار الأعلى تحدد الطالبة مشكلة البحث في صياقة علمية مختصرة وواضحة وتضع خطة لحلها وإذا ذكرت شيء في المعيار الأعلى لم أذكره في المعيار الأدنى يعني ذلك أنها صورة أعمق أو أوضح للمهارة لأنها لم تتوفر في المعيار الأدنى لأن السلم التقدير أو الروبرك يكون متدرج بنائي المعيار الأدنى أقل المستوى وثم يتدرج إلى الأعلى هنا مهمة هذه هي نهاية مرحلة الاستكشاف هذا اللون يدل على أننا لازلنا في مرحلة الاستكشاف وهذا اللقاء مرحلة الاستكشاف كانت عبارة عن ثلاث لقاءات وهذا هو ختام مرحلة الاستكشاف فهنا عرض مهمة هذه هي المهمة مهندسة الصواريخ وعالمة الفضاء مشاعر الشميمري نموذج سعودي مشرف ابحثي عنها في المصادر المختلفة ثم أجيبي هنا حددت بعض النقاط التي ممكن أن ترجع لها الطالبة حتى تستطيع أن تجيب على سؤال هذه المهمة أيضا هنا حددت المعيار الأدنى والمعيار الأعلى والأدوات التي اعتمدت عليها سلالم التقدير في الغالب أنا أعتمد على سلالم التقدير ولكن ممكن أيضا لبطاقات الملاحظة أحيانا أو تقويمات أخرى حسب ما يتفق مع الموقف التعلمي الذي قمت بتصميمه في اللقاء الرابع كان الهدف التعرف على طرق العلماء في استكشاف الفضاء أيضا هو اللقاء الأول نحن الآن انتقلنا إلى مرحلة الإتقان كما ترون وهو اللقاء الأول بالنسبة لمرحلة الإتقان واللقاء الرابع من الوحدة ولازلنا في طور التبلور من المشروع الأول لم ننتهي بعد من المشروع الأول لازلنا في المشروع الأول هنا الإجراءات التعريف بأبعاد التعلم المنظم ذاتيا بالانتقال من الخبرات الحسية إلى المجردة أنا سأعرف الطالبات على التعلم المنظم ذاتيا ولأنها استراتيجية جديدة قد تحتاج لشيء من الوقت لكي تفهم الطالبات فكرة هذه الاستراتيجية هدف هذه الاستراتيجية كيف تقوم بتنمية ذلك وتساعد نفسها على التمكن من هذه الاستراتيجية وتستفيد منها وحتى تضع الطالبات تصور وابح لذلك سوف أبدأ بعرض هذه الاستراتيجية من الخبرات الحسية والانتقال التدريجي في نفس اللقاء إلى الخبرات المجردة ومن ثم أيضا في اللقاءات الأخرى نبدأ بعرض جوانب أخرى لهذه الاستراتيجية بالتدريج حتى تتمكن الطالبات من هذه الاستراتيجية التعرف على طرق العلماء في استكشاف المريخ أيضا هذا هو الموقف التعلمي ويتم تفصيله في اللقاءات هنا ذكرت التقييمات بذكر المعيار الأدنى والمعيار الأعلى لكل موقف تعلمي كما ذكرت قد لا تكون موجودة هنا ولكن الأدوات هي سلالة متقدير المهمة الثانية في هذه الوحدة اكتبي مذكرة تأملية ناقشي فيها موضوع وجود المياه على سطح المريخ طبعا أنا أستهدف بشكل كبير قياس الإنتاج المعرفي لدى الطالبات ولذلك أركز كثيرا على المذكرات التاملية والتي من خلالها أستطيع أن أرى مدى تطور الإنتاج المعرفي لدى الطالبات هنا هذا تتبع اللقاء الرابع وقد ذكرت شيء مختصر عنه الآن في هذا اللقاء اللقاء الخامس سوف ننتقل إلى المنشط الإثرائي الثالث والذي يتناول ما هي عوامل الحياة على المريخ ومجالات التنمية ستكون جمع المعلومات من مصادر متنوعة وأيضا مهارة المقارنة لازلنا ننمي هذه المهارة لدى الطالبات لا يمكن أن نتصور أنه من خلال اللقاء واحد تقدم فيه المهارة أن الطالبات يتمكن من هذه المهارة ثم بعد ذلك أنتقل إلى مهارة أخرى ولكن لازلت أستهدف هذه المهارة بالتنمية من خلال عدة طرق بحيث تتمكن الطالبات من هذه المهارة والسبب لانتقال لمهارة ثانية مهارة المقارنة أنه لدى الطالبات بعض الخبرة وأنني سأستهدفها في هذه اللقاءات وأحتاج إليها لذلك انتقلت لهذه المهارة وسترون من خلال اللقاءات الأخرى أنني سأركز فقط على عدد محدود من المهارات بالتنمية خلال هذه الوحدة هنا في اللقاء الخامس وهو بمثابة الإشراق للمشروع الأول سننتهي الآن من مشروع الأول لننتقل بعد ذلك للمشروع الثاني الهدف العام للقاء تحليل عوامل الحياة على المريخ وبذلك تقوم الطالبات بتحليل عوامل الحياة على كوكب المريخ تحدد الطالبات الفرصة والتحديات التي قد تواجهها عند العيش على المريخ تتعرف الطالب على دورة التعلم المنظم ذاتيا وتمارس الخطوة السابعة من خطوات الدورة السب لتفصيل أكثر يمكن الرجوع لوثيقة البرنامج وهي تقويم مخرجات التعلم وهي تقويم مخرجات التعلم من حيث مدى القدرة على إنتاج المعرفة وذلك استعداداً هذه هي الخطوة السابعة التي سيتم تناولها تقويم مخرجات التعلم من حيث مدى القدرة على إنتاج المعرفة وذلك استعداداً لبدء ممارسة هذه الدورة بشكل كامل في اللقاء التالي إذن بذلك تكون الطالبات قد أعدت المنتج المرحلي وهو عبارة عن شجرة معرفية أو مخطط للبيئة المناخية والعوامل المناخ في المريخ المهمة هنا أيضا تقوم على مذكرة تأمولية ولتقويم هذه المهمة ولتقييم أيضا المنتج المرحلي هنا سنستخدم سلالة التقدير ومقياس الإنتاج المعرفي الذي تم تصميمه سابقا بعد ذلك نكون أنهينا المشروع الأول وانتقلنا إلى المشروع الثاني بأي الطرق يمكن إعادة تأهيل الكوكب ليكون صالحا للعيش وهو السؤال الثاني من أسئلة الوحدة إذا كنتم تتذكرون وسينتهي المشروع الثاني بمنتج مرحلي تصميم مستوطنة للعيش على المريخ المنشط الأول في هذا المشروع سيكون كيف نخطط لبناء المستوطنة المريخية المهارات الأساسية لهذه المنشط اتقى بالنفس وجمع المعلومات من مصادر متنوعة وتبويب المعلومات أما مجالات التنمية في المنشط المقارنة لازم نستهدف نفس المهارة لأننا كما ذكرت نحتاج لوقت لتنميتها تقدير القدرات الشخصية هي ضمن مهارة الثقة بالنفس وهنا جمع المعلومات من مصادر متنوعة هي مهارة أساسية يتم اعتمادها كمهارة تم التمكن منها جزئيا الآن ننتقل إلى جزء آخر من آليات التنفيذ كما ذكرت لن أعرض آليات التنفيذ كلها بالكامل ولكن سأعرض مقططفات يمكن وضع تصور كامل من خلال هذه المقططفات الآن نفرض أننا انتهينا من المشروع الثاني وقمنا بتقييم المشروع الثاني والآن ننتقل إلى المشروع الثالث كيف نسافر للمريخ والمشروع الثالث هذا سيكون من خلال منتج مرحلي أو ستتوصل الطالبات من خلال إلى منتج مرحلي تصميم نموذج لمركبة فضائية المنشط الأول منه كم المسافة للمريخ والهدف العام التعرف على طرق العلماء في حساب المسافات الكونية والهدف الثاني تحديد المسافات التي تقطعها للسفر للمريخ وهنا حددنا المعايير هنا الإجراءات تتعرف على طرق العلماء حديثا وقديما في حساب المسافات الكونية إذا كنتم تتذكرون أننا ذكرنا سابقا كيف يكون تعقيد الوحدة من خلال الربط بعصور زمنية مختلفة وأيضا مجالات مختلفة وهنا يظهر مجال الرياضيات في هذا اللقاء حيث تحسب المسافات الزمنية التي ستقطعها للمريخ كما يفعل علماء وتستشهد لذلك ثم هناك مذكرة تأملية يترك موضوعها للطالبات بما يتناسب مع ما تم تناوله أثناء اللقاء المنشط الثاني كيف نسافر للمريخ بأمان وفي هذا اللقاء وهو يمثل مرحلة تبلور بالنسبة للمشروع يبدأ المشروع الإثرائي بطور الفحص ثم طور التبلور الهدف التعرف على التصميم الهندسي للمركبة الفضائية للمريخ ومن ضمن الإجراءات تقوم الطالبة بوابع مخططا تفصيليا لبناء مركبة الفضاء وذلك بالرجوع للمراجع المختلفة وهنا نضع معايير التقويم قد تكون هناك إجراءات أخرى والآن كما ترون انتهينا من مرحلة الإتقان وانتقلنا إلى مرحلة التميز ونحن في المنشط الثاني للمشروع الثالث والمنشط الثاني بأي طرق يمكن تصميم المركبة الفضائية للسفر للمريخ وهذا هو طور التبلور بالنسبة للمشروع تبدأ الطالبات تتكون لديهم معلومات وفي هذا الطور بعد انتهاء هذا الطور يكونون في إهبة الاستعداد لإخراج المنتج المرحلي وتبدأ الطالبات في تصميم طالبة نموذج تصمم الطالبة نموذج لمركبة فضائية هذا هو الهدف العام تبني المركبة فضائية تطور العمل باستخدام استراتيجية سكامبر طبعا وذلك بمساعدة المعلمة سيتم تفصيل ذلك في اللقاءات في تصميم اللقاءات وهذا هو اللقاء الحادي عشر وهنا مهمة تخيلي أنك رائدة فضاء وقد ساهمت في بناء مستوطنة على المريخ وقد تمكنت من الإقامة الدائمة هناك اكتبي مذكرة تأملية عن أهم الاستكشافات العلمية التي ستكون محور اهتمامك بعد ذلك وهنا عادة المهمة تربط اللقاء الحالي باللقاء السابق سوف نتحدث عن ذلك إن شاء الله في استعراض تصميم اللقاءات ونذكر هنا معايير التقويم ومن آدات أدوات التقويم مقياس الإنتاج المعرفي حيث أننا نقيم بها المذكرات التأملية ومنتجات الطالبات بشكل عام المنشط الإطراء الثالث ما هي التحديات التي قد نواجهها بعد إعمار المريخ؟ إذا لاحظتم هنا المهمة عملت بمثابة جسر يربط بين المنشط الثاني والمنشط الثالث عندما تبدأ الطالبة في تصور الاستكشافات العلمية التي سوف تكتشفها ستتوصل إلى بعض النقاط المهمة في معرفة التحديات التي قد نواجهها بعد إعمار المريخ وهنا بعض النقاط المهمة للإجراءات للقاء الثاني عشر وهو في طور الإشراق حيث تقوم الطالبة بإنهاء المنتج المرحلي وإخراجه بشكل كامل وتعمل على تجويد هذا المنتج هذا هو تصور لآلية التنفيذ وكيف يتم تصميمها عرضت عليكم تصميمي لآلية التنفيذ في خطة كوكب المستقبل وهي ليست بالضرورة أن تكون خطوات متبعة بحذافيرها في كل وحدة ولكن هذا تصور عام عما يفترض أن تكون عليها البرامج الإطرائية ولكل برنامج إطرائي طبيعة وخصائص وذلك باختلاف المحتوى المعرفي الذي يتم تناول طبيعة الطلبة وتقدمهم من العلم ومستواهم كل هذا يؤثر حتى الأدوات التي اعتمت عليها لتقويم هذه الوحدة قد تختلف من وحدة إلى آخر من طلبة إلى طلبة آخرين وهكذا هذا هو هنا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع أتقي بكم في المقطع الثالث شكرا جزيلا لكم